أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف أحد المنتجعات السيحية في محافظة دهوك بقردستان العراق ما أصفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء المدنيين العراقيين وفي بيان لوزارة الخارجية شددت مصر على ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلاة بحماية المدنيين وأكدت على دعمها الكامل لسيادة العراق على أراضي ومسنادتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي الشقيق معربة عن خالص التعازي لدو الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين كافة